السلام عليكم وعلى سلام بكم فيديو جديد على قناة I'm My Phone لو حدست جهازك الايفون لإصدار الايو اس 17 واجهتك بعد المشاكل في اتصال شبكة الواي فاي وديجي تعمل اتصال كده بشبكة الواي فاي ويقولك مثلا ان الاتصال غير مستقر او ما يتصلش بشبكة الواي فاي اللي هي موجودة عندك في فيديو النهاردة هشرح لك اكتر من طريقة تقدر من خلالها لانت تحل المشكلة ديت ويشتغل معاك شبكة الواي فاي على جهاز الايفون بعد التحديث لإصدار الايو اس 17 بشكل طبيعي الطريقة الاولى تحقق من الراوتر او جهاز التوجيه للواي فاي اول حاجة تعملها لو انت بتواجه المشكلة ديت ان انت تتأكد من الراوتر اللي موجود عندك او جهاز التوجيه لشبكة الواي فاي انه هو شغال بشكل جيد هنا هتلاقي عندك لمبة DSL ولمبة الانترنت لازم اللمبتين دولها تكونوا شغالين عندك وثبتين علشان تتأكد ان شبكة الواي فاي او جهاز التوجيه دوت مفيش اي مشكلة ومفيش مشكلة في شبكة الواي فاي اللي هي موجودة عندك الطريقة التانية ايقاف وتشغيل الواي فاي وتبديله هتدخل كده على الاعدادات بعد كده هتدخل على الواي فاي وتبدأ اللي انت هتعمل له ايقاف بعد ما تعمل يكاف للواي فاي هتستنى كده خمس ثواني وبعد كده تشغل الواي فاي مرة تاني على جهاز الايفون هتبدأ تظهر عندك كل شبكات الواي فاي نوات هتتصل بشبكة الواي فاي بتاعتك بعد ما تتصل كده بشبكة الواي فاي لو اشتغلت معك وما جاب لك شي نوات علامة تعجب على شبكة الواي فاي دي هتبقى كده شغالة معك بشكل جيد لو اعجبت لك علامة تعجب حاول ان انت تغير شبكة الواي فاي ديت وتتصل بشبكة واي فاي تاني تكون جيد الطريقة الثالثة حاسف كافة اعدادات الشبكة هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على شبكة الواي فاي وبعد كده هتدوس على حرف الاي دوت او علامة الاي ديت وبعدين تدوس على إلغاء حفظ هذه الشبكة وبعد كده هتدوس على إلغاء الحفظ وترجع لان انت تتصل بشبكة الواي فاي ديت من جديد تبدأ تدخل كلمة السر هنا الطريقة الرابع حل مشكلة الشبكة في الايفون بعد التحديث لإصدار الايوز 17 دون فجدان للبيانات لو فضلت المشكلة مستمرة معك على جهاز الايفون فالحل اللي انت تعمل إصلاح لنظام الايوز اللي موجود عندك على جهاز الايفون وده حيبقى من خلال برنامج فيكسبو حسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف بعد ما هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصف حينيلك الموكة رسمي البرنامج فيكسبو هتبدأ اللي انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيزر معك بالشكل دو اول حاجة هتعمل لها دلوقتي اللي انت هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل الUSB بعد ما هتوصل كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هتختار مننا اصلاح نظام قبل وحدوصي نوات على بدء الاصلاح هجيب لك نوات وضع المتقدم والوضع الكياس هتختار الوضع الكياسي دوت عشان تحافظ على البيانات اللي موجودة في جهاز الايفون وما يتحذفش منها حاجة بعد كده هيبدأ البرنامج انه هو يقرى نوع جهازك الايفون ونسخة الايو اس اللي هي متوافقة على اصدار الايفون دوت اللي موجود معك تقدر ان انت تختار المكان اللي انت هتحفظ فيه نسخة الايو اس دي عندك على جهاز الكمبيوتر بعد كده هتدوس على تحميل وحيبدأ كده البرنامج في تحميل نسخة الايو اس عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما ينتهي كده من تحميل نسخة لايو اس حيبقى جاهز دلوقتي انه يحللك اي مشكلة بتوجهها في جهاز الايفون كل اللي عليك اللي انت حتدوس بدء الصيانة كياسية وهيطلب منك هنا البرنامج اللي انت تدخل جهازك الايفون دوت فضع الاسترداد او recovery mode وهتلاقي شارحلك هنا بالصور طريقة ادخال جهاز الايفون فضع الاسترداد هنبدأ دلوقتي اللي احنا ندخل جهاز الايفون اللي موجود معنا فضع الاسترداد هتدوس دوسها سريع على زرار رفع الصوت وبعدين هتدوسها سريع على زرار خفض الصوت بعد كده هتدوس على زرار الpower هتفضل دايس كده وقت على زرار الpower لحد ما يظهر معاك علامة الكابل والكمبيوتر اللي هو كده الجهازك الايفون دخل فضع الاسترداد بالشكل دوت كده احنا دخلنا جهاز الايفون فضع الاسترداد وهتلاحز كده البرنامج بدأ تلقائف عملية اصلاح المشاكل اللي بتوجهها على جهاز الايفون كل اللي عليك دلوقتي اللي انت هتسيب جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من اصلاح اي مشكلة بتوجهها في نظام الاي او اس وبكده امتقى البرنامج من اصلاح اي مشكلة بتوجهها في نظام الاي او اس على جهاز الايفون وهيفتح معاك جهازك الايفون بالشكل دوت بدون ما تفقد اي حاجة من البيانات اللي موجودة عندك هتلاقي زي ما هي وحلت مشكلة اللي هو جهازك الايفون مش قادر انه يتعرف او يتصل بشبكة الواي فاي ودلواجه هتلاقي الاتصال بشبكة الواي فاي أصبح مستقرة دلواجه وتقدر أن أنت تستخدم شبكة الواي فاي على جهاز الآيفون بشكل طبيعي بدون ما تفكد البيانات الموجودة عندك على جهاز الآيفون هتلاقي كل بياناتك موجودة عندك بالشكل دوت وحلية مشكلة عدم اتصال شبكة الواي فاي على جهاز الآيفون أتمنى أن أنت تكون استفدت من الفيديو وعجبك ومن تنساش أن أنت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو جاي